موسيقى موسيقى أهلا أحباء المشاهدين التلمزة في فكر المسيح ماذا تعني التلمزة؟ ما هو مفهومها؟ ولماذا يشدد المسيح على التلمزة؟ أنا أدعوكم حتى تشاهدوا هذه الحلقة الجديدة من برنامج ليكن نور بصلي أن هذه الحلقة تكون سبب بركة لحياتك دايماً منسمع عن تلاميذ المسيح أو المسيح يدعو إلى التلمزة في أفكار كتير حلوة في هذا الموضوع وفعلاً بتعبر عن هوية الشخص اللي بيتبع يسوع المسيح ما مدى اتباعه؟ وكم هو فعلاً تلميذ ليسوع المسيح؟ إذا عندك أي سؤال مداخل للأرقام رح تكون موجودة على الشاشة منحب نسمع بأراءك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التلمزة في فكر المسيح أهلاً أعزاء المشاهدين يصرني أن أستضيف إلى برنامج ليكن نور القص مجدي صادق راعي الكنيسة الرسولية في الزيتون بالقاهرة وأيضاً هو مدرس كلية اللهوت الإنجلية في الشرق الأوسط ومعه أيضاً مدامته فيفي كامل أهلاً وسهلاً فيك أسيس مجدي أهلاً وسهلاً فيك أخت فيفي أهلاً بحضرتك نحن تشرفنا فيكم ومرحب فيكم في هذه الحلقة أسيس مجدي طبعاً أنت خادم للإنجيل محاضر بتسافر بتتكلم كتير وعم بتركز على موضوع التلمذة ليه؟ الحقيقة موضوع التلمذة ليه تأثير من خلال ثقافة المجتمع أنه تلميذ يعني حاجة قليلة المدارس بقى يقولك أنا مش تلميذ أنا رجل حاجة كبيرة فهذا الفكر دخل جوه الكنيس وبقى الأدام في الإيمان بيعتبر أنه كلمة تلميذ تقليل من شأنه لكن التلمذة في فكر المسيح هو أعظم شيء وأعظم لقب لكل تابع المسيح عشان كده النهاردة هيكون لنا متابعة وتفسير لفكر المسيح في التلمذة هل هو مطابق لللي احنا بنعيشه ولا ليه أبعاد تاني مفروض نفهمها عشان تتغير مفاهم وتتغير حياة الكسرين في الكنيس حلو فإذا خلينا نبتدي مثل ما ذكرت أنه نبتدي بالتعريف نبتدي بموضوع مفهوم التلمذة خلي بالك أنه أغلب مشاهدين يمكن ما لا يدرك الفكرة من وراء هذه الكلمة ولا سيما بحسب الكتاب المقدس فما هو تعريفك وردك على هذا الموضوع تعريف المجتمع كلمة تلمذة هو شخص تابع اللي يتعلم من معلم أو معلم بيفهمه المهنة بتاعته أو الدراسة بتاعته أو شيخ بيتبعه وتلميذة هو اختاره عشان يكون معاه فده فكر كل المجتمع اللي احنا بنعيشه لكن الكتاب ليه فكرة تانية بالنسبة لأمر ده فكر الكتاب وفكر المسيح هو أن شخص نبي لله شخص قائد بيختار لنفسه شخص يعيش معاه يتعلم منه يفهم منه يعده عشان يكون زيه بالزبط فالاختار يشوع كان موسى تابعه كان بيخسل مية وبيصبه مية عند ايديه لكن يشوع من خلال عشرته بموسى بقى قائد عظيم لا يقل عن موسى حتى المسيح موجود في إنجيل ماركوس إصحاح 3 آية 14 وأقام إثنى عشرة ليكونوا معه وليورسلهم ليكرزوا اختار 12 ليه عشان يكونوا معاه يكونوا معاه ازاي يتعلموا ازاي بيتكلم يتعلموا ازاي بيرد يتعلموا ازاي بيطلع من المطبات والفخاخ بتاعة الفلسين يتعلموا ازاي بيواجه المواقف الصعبة يتعلموا ازاي بيتحدى الطبيعة يتعلموا ازاي بيقف قدام عجز الناس يتعلموا منه التواضع يتعلموا منه كل حاجة اختاروا معاه مفهوم التلمزة في الكتاب مؤدس مش مفهوم واحد يتعلم محاضرات ودراسة عشان يطلع بعد كده يقولها لا ده واحد بيتعلم حياة الفرق بين الكرازة والتلمزة الكرازة هو نقل محبة المسيح العملية أما التلمزة هي نقل حياة المسيح العملية من خلال الناس بيعشوها عشوها مع تلميذ عشوها مع المسيح نفسه بإنقلوها للناس يعني مرة المسيح بقول اذهبوا وكرزوا بالإنجيل ومرتان بقول اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم تلمزوا يعني إنقلوا حياة أنتوا عشتوها وعرفتوها تلمزوا يعني علموهم وفاهموهم من خلال حياة عملية وليس دراسة ذهنية ده فكر المسيح قبل ما أسألك في مفهوم التلمز في العهد القديم كنت عاوز كمان أسأل فيفي طبعا زوجك خادم راعي كنيسة محاضر في الكلية وأكيد إلك دور في الخدمة معاه وعم بتشوفه التلمزة كيف أنت تتعامل مع موضوع التلمزة من خلال خدمتكو مع الناس اللي بتتعاملوا معهم هو فعلا للتلمزة بتبقى لها تأثير كبير قوي على الأشخاص اللي احنا تلمزناهم وطلعوا خدام وأبطال فعلا في الإيمان غير الخدمات الوعزية اللي الناس بتسمع الوعز لكن التلمزة بتبقى حياة بنعيشها مع بعض بنتناقش فيها فكر المسيح من خلال الكتاب المؤدس فدي فعلا بتعمل فرق كبير في حياة الأشخاص وزي ما الرب نفسه كان بيقول تعلمه مني لإني وديع ومتواضع القلب فمن خلال عدات التلمزة بنتعلم من المسيح بنعيش حياة المسيح مع بعض بنسلك سلوك المسيح فنبقى شبهه فدي بتفرق كتير قوي في حياة الناس يعني احنا بنعرف ان زوجك خادم بيخدم بيحاضر بيعلم لكن كزوجة كيف بتتعامل يعني هل بتعمليها في شكل اجتماعات في الكنيسة ام زيارات ام يعني كله مشترك بيبقى في مجموعات بتتعامل لمجموعة من الأشخاص بنبتدي بيبقى في موضوعات معينة احنا بندرسها فيها مع بعض وبنعيشها حياة عملية يعني بنتكلم في الحياة العملية الكلام ده يتطبق ازاي مش مجرد كلام نظري ولكن كلام حياة بنعيشه وفعلا احنا لما حصل كده لقينا ازاي ناس بتتنقل نقلات كبيرة قوي في حياتها مع الرب وبتعيش للرب ازاي الحياة اللي الرب عايزها بحسب ما شئته اسيس مجد احنا قلنا يعني مفهوم التلمزة معروف لاي شخص اللي بيدرس الخلفيات الحضرية ولسيما في الكتاب المقدس او في المواقع الكتابية احنا بنعرف مثلا يحنى المعمدان كان عنده تلميذ بولوس تدرب عند رجلي جمال ايل وقمال ايل كان يعتبر الحفيد للمعلم الاكبر اللي هو هليل ابتدى مدرسة هليل وهكذا معروف حتى في المجامع اليهودية اليوم لما بتشوف الاثارات بتاعتها بتشوف حتى المقاعد وكيف الرباي بيقعد مع مجموعة من التلميذ شو المفهوم شو الفكرة هل في تشابه بين مفهوم التلمزة في العهد القديم للعهد الجديد هو الحقيقة هي بدأت مش من بولوس وغمال ايل ولا يحنى المعمدان هو لو نبص ان مثلا واحد زي موسى اللي هو كان ابتدى يخرج الشعب من ارض مصر كان كل اللي في باله شخص اسمه يشوع طالع معاه بيتعلم منه الي كان عنده واحد اسمه اليشع كان تلميزه يعني تلميزه بالمفهوم بقى بتاع الكتاب يعني واحد خادم لمعلم خادم يعني موروش حاجة غير انه يتمم قصد المعلم هاتلي دي حاضر كان على فكرة مثلا المسيح كان اختار نفس النهج ده كان التلميز يقدر يوافق على انه المعلم يغير اسمه يعني المسيح لما اختار بطرس تلميز قال له مش هتبقى اسمك بعد كده صفا هيكون اسمك بطرس غير اسمه يعني خادع لدرجة اني انا بالكامل ليك تحت ايديك تسميني زي ما تسميني تشكيني زي ما تشكيني انا ما عنديش حاجة غير اني اكون خادع موسى لما تلمز يشوع فجأة يشوع ده بقى هو قائد عظيم لكل شعب الرب استخدمه بانه يدخل الى ارض الموعد ايه ليه شعع لما تلمز على دين الية اخد اتنين من روح الية وعمل امور عظيمة جدا مع شعب الرب المسيح ده كان فكره اختار اتناشر ده صام اربعين يوم وقاعد وقاعد قدام الاب قبل ما يطلع يختار يعني بعد ما اعتمد من يحنى راح في البرية قاعد السيام وبعد ما خلت السيام كان كل على افئي الناس بتفتكر ان السيام ده عشان الصليب لا السيام ده عشان يخلص من الفترة دي ينزل يشوف مين يشتغل معهم عشان يتم مقصد الاب عنده مهم عظيم اعداد للخير مين بقى اللي كان بيختار فيهم في الاربعين يوم دولت هم التلاميذ واول ما نزل ما كانش ببزل مجهود يقول هلوم ورائي هلوم ورائي سيب يا متل في ايدك يسيب كل حاجة لغاية ما اختار 12 ليه بقى يقول ليكونوا معهم ليكونوا معهم مش عشان يقعد لا عشان يبقوا قاعدين معاه اكلين شربين معاه بيتحركوا معاه قالك للتعالب او جرة ولا تيور السماء او كار اما ابن الانسان فليس له ايناس درقوا ومش مقصود بيها ان هو كان فاير ما حلتوش سياساكن لا يعني كل يوم في مكان كل يوم في حتة كل يوم ومين اللي معاه التلاميذ يعني ناس تجردوا فرغوا نفسهم من اي اولوية تاني بقوا مع سيدهم تلميذ يسوع معناها شخص يعني يباع كل حاجة عشان كده المسيح ابتدى يحط مبادئ لمفاهيم التلمزة حط نظام تاني خالص مش واحد رايح مدرسة يتعلم من استاذ عشان ينجح لا او واحد عشان ياخد شهادة لا ده واحد عشان يتعلم من سيده ايه كل اللي بيعمله عشان يبقى زيه ده مفهوم التلمزة يعني ده انت بتتكلم على الطريقة المتبعة انه دي الطريقة لانه اليوم احنا في عصر الميديا مثلا احنا منتواصل مع ملايين من الناس من خلال الفيسبوك او الفضائيات لكن التلمزة كان انه فعلا الشخص يعيش ويعايش الشخص بيشوفه حياته بيشوفه شهادته بيشوفه اخلاقه بيشوفه كماله بيشوفه كل شيء في الشخصية نفسها النهاردة على الفيسبوك كل الناس بتكتب ايات جميلة عبارات جميلة سواء هو يعني جات في باله او نقالها او عمل منها صفحته تحس انه ده شخص عظيم لكن تحتك بي تلقى شخصية تانية قال صغير على الفيسبوك لكن التلميذ بقى هو شخص يحيا مع المسيح والمسيح يحيا فيه تتنقل ايه الحياة ازاي من خلال مجموعة او من خلال شخص عاش معاه فهم منه تعلم منه حتى بولس لما كان بيعلم يوميسا ويسأله وما سمعت مني بشهود كثرين يعني قدام ناسك ودعو وناس ومناء يكونون اكفاء ان يعلموا اخرين يعني انت سمعت مني عايش معايا وفهم وتعلمت وفهمت توصلوا بنفس الطريقة دي ده ده فكر الرب مش واحد احنا كل يوم والتاني تعجبني ايا الاسيس نظرنا زيلا اروحك تعجبني فكرة فلان وكل واحد ياخد وينقل وتحسي لو قللك ده شخص عظيم وقلقه مش فكرته مش حياته لكن حياة التلمزة حد دعائش وخد حياة الله بين الى للناس شو رأيك يا اخت فيفي هو فعلا التلمزة بتخلي الواحد يقدر يفهم معاملات الله وازاي بيتغير يوم بعد يوم في كل سلوكياته في حياته في معاملاته في شغله في الرب بيغير فينا فمن خلال التلمزة احنا بنتغير يوم من المجد المجد ومن قوة لقوة من خلال اعداتنا قدام الكتاب وتعلمنا حياة المسيح ازاي ونعيشها سلوك عملي ده بيخلينا مختلفين قدام الناس ويبان في حياتنا العملية الطبيعية فمش بنستنعها مش بنحاول نعملها لكن هي طبيعية بتظهر في اخلاقنا في سلوكنا في كلامنا في صدقنا انا بشوف انه هاي مسئولية خطيرة بصراحة وصعبة حقيقي يعني لانه المسيح يعني طلب مواصفات صعبة لشروط التلمز فالفكرة انه اليوم حتى جيل اليوم على فكرة الجيل الشباب بيستخدم العبارة في الانجليزي لا تتحدث الانجليزي بس مجرد كلام انا عاوز اشوف حياتك وعاوز اشوف هويتك وشخصيتك من خلال حياتك ومن خلال كلامك ولا ايه اسيس مظبوط المسيح على فكرة قال بعض شروط للتلمز شروط التلمز مش فقط شخص واحد يختار واحد يعني هو حسب استحسانه لا شخص كمان عنده رغبة يخضع نفسه لمن اختار فالمسيح قال كده قال على فكرة مرة المسيح قال التلميز لو انتكم مالي عايزين تمش مجابرهم يعني لما كان بيتكلم وفي ناس تعصروا من الكلام في يحنى ستة قالوا لو انتو كمان مش عجبكم بوتروس قالوا الى من نزعب وكلام الحتل ايه بقى اللي كان المسيح بيقوله تعالوا نطلع في لوقة 14 26 المسيح قال يعني مبدأ اساسي مفروض نمشي عليه بيقول كده المسيح ان كان احد يأتي وراي او ان كان احد يأتي الي ولا يبغد اباه وامه وامرأته واولاده واخوته واخواته حتى نفسه ايضا فلا يقدر ان يكون ليه تلميذ نمرة اتنين من لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر ان يكون ليه تلميذ من منكم وهو يريد ابتدأ تكلم عن شوية حاجات كده عشان يعمل حرب او يعمل صلح او يبني برج يحسب حساب النفقة وبعد كده اقام اي الحاجة من منكم لا يترك جميع امواله لا يقدر ان يكون ليه تلميذ يعني ابتدأ يحط بغضة الاب والام دي مش مقصود بها يكره شروط للتلميذ كلمة يبغض ابا وام او اخواته او اخواته او نفسه يعني يحبهم اقل يعني انا بحب المسيح اكتر من ابويا وامي يعني بحب حبهم اه بس ليس اكثر منه يعني لو هم قالوا لي تخليك معانا والمسيح قال لي تعالى ورايا هقوله تعالى حتى المسيح هو صغير الكديسة العزراء مريم قالت له بقى ان ثلاثة يام بتدور عليك قال لها مالي ولك ايام بغى ان اكون فيما لأبي يعني انت مش فهم انا انا جاي ليه التلميذ هو ان انا اكون مع سيدي بقراتي بحب وبعلم محبته واللي حوالين مني بفاهمين ده مش انا بس بعمل كده وبحاول اساس لا يعني مثلا انا قررت اعيش للرب الكل يعرف انا بقيت تلميذ ليسوع عشان مفيش حد يعطني حتى لما يقولك مثلا ايه صليبي ان انا عندي مرض صليبي ان انا عندي ده مش صليب الصليب يعمل صليب ويعني يقرر بإرادته ان تلميذ ممكن اضيف برضو حمل الصليب هو اني انا وانقار النفس اني انا بموت عن خطتي ورغباتي ومشيئتي علشان اتمم مشيئة الرب لاني ممكن تكون مشيئتي تتعارض مع مشيئة الرب في امول لكن لما بموت عن ذاتي وبحط نفسي على المسبح انا بقدر اتمم مشيئة الرب وقول تكن لا ارادتي بل ارادتك زي ما قالها الرب يسوع فاذا من خلال الايات اللي قرأتها في بشارة لوقا في الانجيل المقدس انه ده شرط اساسي محبة الرب وطاعة الرب اولا يعني الكلام يبدو لأول وهل الصعب من لا يبغد اباه واماه لا يكون لي تلميذ يعني انا بحط المسيح اولا وبعدين بقعد مع نفسي اللي ممكن يعوقني عن المسيح يعني مرة واحد قال المسيح دعني ادفن ابو وبعدين اجي ورك قال له دع الموت ادفن انت سيب اللي ورك وتعالي ليه ليه بتعمل كده الاختيار وانا باختار بفضل المسيح على فكرة مش المسيح الرجل كان ابو عين وبيموت لا دعني ادفن ابي يعني لما ابو يموت ابقى اجي وراك لان لو كان ابو عين كان المسيح شفاهوله لكن مش كان في حالة يعني المسيح مش ضد ان احنا نقوم بواجباتنا لكن لكن لما انا عايز استمتع بعيلة حبة وبعدين اجي لا تعال ورايا المسيح يهم جدا ان انا اقول انا ما عنديش اغلى من عشان كده في روميا اتناشر واحد بيوضح مفهوم التكريس للمؤمن بيقول كده قطب اليكم ايوان اخوة برافة الله ان تقدموا اجسادكم زبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية انا بقارر بقراتي اغلى حاجة عندي مين انا بقدمها بقراتي للرب يعني مش كمان ممتلكاتي لا ممتلكاتي وزاتي وجسدي ما قالش قدموا انفسكم قد قدموا اجسادكم الجسد ده اللي ممكن يعوكني انا بحطه بين ايدي الرب بحيث ان انت اعمل بي اللي انت عايزه بعد كده اتغير عن شكلي بتجديد زهني يعني باخد فكرة تانية غير اللي تربيت عليه عشان اعرف سيدي عايز ايه اختبر مشيئة الله الصالحة المرضية الكاملة وبناء عليه بقدر اكون تلميذ كما يريدني الرب يعني من خلال الايات اللي قرأتها بتهيألك كان فيه كده شرط يعني للتلمزة في شروطان كتير يعني احنا هو ينكر نفسه يحمل صليبه يحب الرب بكل قلبه من كل نفسه من كل قدرته يبقى كله بالكامل ملك للرب زبيحة حية مرضية قدام الرب ودي الامور دي مش سهلة ولكن بتحتاج هذا التلميذ بقى انه يكون بيقعد عند رجلين سيده ايوه ويتعلم منه في حاجة تاني كمان المسيح قال كده انثبتتم في وثبت كلامي فيكم بالحقيقة كنون تلميذ التلميذ الحقيقي اللي بتثبت فيه كلمة الله نعم يعني انا اثبت فيه يعني ما فيش حاجة يعني ايه اثبت فيه هو الكلام ده قاله في يحنى 15 في موضوع القرمة كان فيه غسط ممكن يجي ينتزع من حاجة ويتثبت فيه حاجة امتى يتثبت لما يبتدي يتحط جوه الشجرة او الكرمة وتبدأ العصارة تطلع مجرد من العصارة تطلع وياخد من نفس عصارة الكرمة يبدأ يسمر فهليه يثبت يعني مش اقل حاجة الطير الذي يثبت فيه انثبتوا فيه وثبت كلامي فيكم يوحنى كم 8 و 31 لا يوحنى 8 و 31 لكن في يوحنى ويوحاما بنفس كلمة تعطو تطلبون ما ت�로دون لكم لكن يوحنى 8 و 31 بالحقيقة تكون تلميذ والمسيح يتكلم كده الذي في يوحنى يتمجد أبي أن تأتي بصمر كثير يعني الله يتمجد لما التلميذ يكون سابت لما يكون سابت في الكلمة وأيضا يأتي بصمر ومش صمر عادي قالوا أنواع الصمر قالوا مؤمن مثلا أغلب عملوا إحصائية على المؤمنين فقالوا مؤمن مؤمنين بلا صمر ومؤمنين لهم صمر قليل ومؤمنين لهم صمر أكثر ومؤمنين بيأتوا بصمر كثير قال لك اللي بلا صمر تقريبا حوالي 60% قال كده المسيح في يوحنة 15 أنا القرمة الحقية وأبي الكرام كل غصة فيها اللي يأتي بصمر ينزعه ينزعه مش يقطعه يعني يرفعه أو ينتجه أو يعلقه لا وكل ما يأتي بصمر قليل ينقيه ده التقليل اللي يأتي بصمر أكثر التالت اللي هو بقى الذي يثبت فيه يأتي بصمر كثير السبات ده هو المسيح وجاء اللي يثبت فيه هو ده اللي الأب عايزه بهذا تمجد أبي أن تأتي بصمر كثير فالتلميذ يبان من صمره نعم مش يبان من حفظه للآيات ولا الكلماته الرنانة وريني بتعمل ايه من سمارهم تعرفونه ده تلميذ ولا مش تلميذ أنا نفسي أردد الكلمة دي لكل الخدام والكل مؤيني أوعى تفكر لما تبقى تلميذ ده حاجة تقلل منك التلميذ ده حاجة عظيمة تعلي من شأنك التلميذ ده أعظم شيء في مملكة الله التلميذ ده الشخص اللي المسيح يعتمد عليه أوعى تفكر أنك قائد في كنيسة ما بقيتش تلميذ ده أنت مش ممكن تكون قائد إلا لما تكون تلميذ مش ممكن تبقى خادم حقيقي إلا لو أنت تلميذ البعض يفكر لك أنا لسه أدخل تلميذ أنا كبيرا على ده أنت تفضل طول عمرك تلميذ مدرسة المسيح اللي ما فيش حاجة اسمها حد يتخرج منها تلميذ للأبد إلى أن نصل إلى المسيح وكمان الشخص يكون تلميذ ده يكون خادع خادع لسلطان الرب سواء المباشر أو للسلطان اللي أقام الله علينا فعايزة أدي مثال أمثلة للموضوع دوت يعني مثلا الأولاد الكتاب يقول أطيعوا والديكم في الرب والزوجات أن الرب بيقول لهم أنهم يخضعوا للأزواج لأن الله أقام الرجل هو الرأس والراجل الرأس بتاعه هو المسيح فخضوعي للزوج هو خضوعي للرب نفسه وخضوع الأولاد للأباء والأمهات ده برضو خضوعهم للرب نفسه وبرضو في الشغل المديرين بتاعنا كل ما هو في سلطان فوقينا الله أقامهم إحنا خضوعنا ليهم هو خضوعنا للرب مباشر وده التلميذ أن يكون عنده الخضوع والفرق بين الطاعة والخضوع الطاعة هو أن أنا بنفذ الأوامر والتعليمات أما الخضوع هو يكون اتجاه قلبي وأنا بنفذ التعليمات ده شكله إيه؟ أمين أمين رح نواصل حديثنا لكن بحب أعطي فرصة للمشاهدين إذا عندك أي مداخلة أي سؤال أو يستفسار يمكنك أن تتواصل معنا رقم الهواتف موجودة أمامك على الشاشة وعلى فكرة فيك تتواصل إذا عندك أسئلة فيك تتواصل عن طريق الفيسبوك بحب أسمع منك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً من واصل حديثنا عن التلمذة في فكر المسيح معي الأخت فيفي كامل والأسيس مكدي صادق مرة تاني برحب فيك أسيس إحنا بنتكلم عن شروط التلمذة وحكيت بعض الأمور لأول وهلة بتبين صعبة وحبيت كيف الطريقة العملية تكلمت فيها أخت فيفي بحيث أنه فعلاً بتحط الإنسان تحت التزام التزام مهم جداً في تكملة التلمذة والحياة من أجل المسيح تفضل أسيس إيش على قلبك إحنا آخر نقطة كنا بنتكلم فيها التلميذ يكون خاضعة ومن دمن تعاليم المسيح للتلميذ الفكر ده بس هنوضحه في سرد فكرة كان بيقولها المسيح في لؤة أصحاح 17 بيتكلم المسيح بيقول احترزل أنفسكم ودخل في موضوع هيفهم من شكله ملوش دعو بالموضوع لكن هو أساس بيقول كده إن أخطأ إليك أخوك فوبخه إن تابع فاغفر له وإن أخطأ إليك سبع مرات في اليوم ورجع إليك سبع مرات في اليوم قال إن أنا تاب فاغفر له التلميذ متعودين حسب الشريعة عين بعين وسن بسن الأمر صعب فقالوا له إيه زد إيمان الموضوع ده إحنا مش قادرين عليه زد إيمان فرح قال لهم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذه الجميذة انقلعي وانغرسي في البحر فتوطيعكم طب هي الجميذة بتسمع وتخضع ومش تنقلع وبس تنقلع وتنغرس أنت بتقولين حاجات صعبة لغة رتمات فحب يفهمنا المسيح فكرة ويعلم التلاميذ فكرة آية الفكرة أنا خاضع للآب والإني خاضع للآب كل اللي بيقوله بنفزه وكل اللي بيقوله أنا ملتزم بيه فالسلطان اللي فوقه مني خلاني أقدر أعمل كل حاجة بسلطان أنا وأخده فالسلطان ده أنا بديه لكم بس عليكم تكونوا خاضعين فإحنا النموس ما علمناش إن إحنا نغفر سبع مرات سبعين مرات ولا الكلام ده كله فإحنا مش قادرين قال لهم بقى لو أنتوا تعلمتوا تخضعوا الحاجات الجامدة مثل الجميذة والجبل والشجرة تخضع ليكم هدي مثال في إنجيل متى أصحاح تمانية فيه راجل اسمه قائد ماء طلب من المسيح يجفي الغلام بتاعه فالمسيح كان عايز يروح يصلي أو يؤمر المرض وينتهره والولد يقوم قالوا لا لا لست مستحقا أن تدخل تحت صقفي لكن أنا رجل يعني ليه سلطان مرتب تحت سلطان مثلك فكل كلمة فابرة غلام مش لازم تيجي المسيح امتدح حزر رجل لدرجة إن قال لم أجد إيمانا في كل إسرائيل بمقدار هذا الإيمان طب يعني كل إسرائيل كل إسرائيل رب مش بيكذب يعني لا تلميذك ولا كل شفتهم حتى الكديسة المطوبة العزراء مريم قالك ده ده وانا صغير قالت لي يا ابني تعبتنا قالها ينبغى أن أكون في ملاي ما كانتش مدركة الرجل الواسني الغريب دوت مدرك إنه هو تحت سلطان السلطان بتاعه هو كان الكتيبة الرومانية من حوالي 6000 القائد بتاع الكتيبة الرومانية تحت منه 60 واحد زيه كلهم بيستمدوا سلطانهم منه وهو بيستمدوا سلطانه من الإمبراطور أو من الرجل الملك أو من الوالي وبعد كده الإمبراطور الرجل دوت يقول هذا روح اذهب فيذهب وهذا يأتي فيأتي هو مدرك إنه مش ممكن لتحت منه ما يخضع لهش لأنه هو خاضع عشان كده في مكانه ثابت وإنت يا رب أنت خاضع للسماء وخاضع للآب ولك سلطان في عالم الروح تقدر من مكانك تقول المرض يمشي فالمسيح انبهر بإدراكه للخضوع فبيعلم التلاميذ فعايز يقول لهم لو كان لكم إيمان الجماد نفسه يخضع لكم لأنكم خاضعين اخضعوا التعليمي هتلقوني حتى لما سألوك كده أعطيتكم سلطان أن تدوسوا الحياة والعقارب وكلك واترعدوا ولا يضركوا بشي يعني ولا يضركوا بشي لما لهم أديكم سلطان تشفوا مرضى اشفوا مرضى أقيموا موتى كوني ده هو كان المسيح بيهزر لا هو بيعلن الحق وعليهم يقبلوا عشان كده التلاميذ فهموا وأدركوا عصر الكنيسة الأولى وعصر مبتدل الكنيسة كان مختلف لأنهم كانوا فيهمين الحق ده احنا في الوقت ده البعض فهم والرب بيعمل به والبعض مش مدرك عشان كده احنا الكنيسة محتاجة فوقان تعرف يعني تلميذ لما نرجع للفكر الأساسي بتاع المسيح نبقى تلاميذ بجد هيبقى فيه فعلا نقل للكنيسة الكنيسة سلطانها هيسود العالم لما نخضع للرب ونفهم المسيح عايزي والأخت فيفة يعني ممكن بتهالي لو حبيناها نحطها بطريقة عملية ذكرت عن خضوع الأولاد والزوجة ونحطها بطريقة عملية يعني الأولاد لما الكتاب بيقول أن هما يطيعوا والديهم هو بيقول على أساس أن الأب والأم بيعتبر هو ده السلطان اللي الله أقامه عليهم وخضوعهم للأب والأم هو خضوع للرب نفسه والأولاد لما بيتزوجوا الكتاب بيقول أنه بيترك الرجل أباه وأمه ويلتصك بامرأته ويكون الاسنان جسداً واحداً فهنا في الوقت ده أصبح ما بقاش تحت سلطان الأب والأم لكن هو بيقى في البيت بيقى هو الرأس فالكتاب بيقول له أنك تكرم أباك وأمك ولكن مش تطيعهم ما بقاش اللي هما اللي بيدي له التعليمات وهو ينفذ لكن يكرمهم وهو بقى الرأس فهو برضو لما بيكون خاضع للسلطان الأعلى منه اللي هو المسيح برضو الزوجة تخضع للزوج وأحياناً الأزواج بيبقوا مش مؤمنين الكتاب بيقول أنهما يربحون بسيرة النساء فأي كان مش بخضع عشان هو مؤمن لا أنا بخضع لأنه ده السلطان اللي أقامه الله على الزوجة وبرضو في الشغل الكتاب بيقول أنه مش للناس اللي هما الكويسين حتى العنافاء احنا برضو بنخضع عليهم لأنه ده سلطان مرتب من الله فلما بخضع دي بتبقى مش سهلة ولكن لما بطلب من الرب النعمة الخضوع وبتعلم وابقى تلميذ هبقى بالنسبة للأمر مش صعب وهو تتكلم على أدوار في الأسرة المسيحية كل واحد ويمكن البعض صعب يستسيغ هذه الكلمات ولسيما إحنا في العقل الشرقي ولسيما فكرة الأب والأم أو خلق نقول الحمى والحمى والآخرة دايما بيفكر أنه الولد بيضلوا للأبد ولد فبيخلق إشكالات أحيانا بين الأب والأم مع الجديد مثلا زوجة الإبن أو إلى آخرها أو بالعكس ففي دور في ترتيب إلهي الرب وضعه صحي في الأسرة مثل ما ذكرتي أسيس مجد يعني أنت بتتكلم عن شروط التلمذي إذا ممكن للي يمكن حاليا نبتدأ يشاهدنا في هذه الفقرة شو هاي الشروط لو حبيت تتعددها هيك بشكل متسلسل شروط التلمذة إن أول حاجة يكون تلميذ خاضع أول شيء له عشان يكون تلميذ يقبل شخصه لما يقبل شخصه بيتحول إلى مؤمن أما كل الذين قبلوا أعطهم سلطان أن يسيروا أولاد الله نحن محكي عن مؤهلات مؤهلات أول حاجة عشان أكون أنا تلميذ لازم بنكون قبلت الشخص اللي أنا دعاني وأنا أكون تابع ليه بعدها على طول باخد طبيعة جديدة تخليني أفهم كل الأمور الغامضة طبيعة الروحية طبيعة المسيح سقنافية فأول حاجة أنا ببقى التلميذ ليسوع من خلال الولادة الجديدة أما كل الذين قبلوا أعطى بسلطانها نسيره أولاد الله أي المؤمنين باسمي الذي نولده خدنا أولاد بعد كده على طول بيسكن في روح المسيح بعدها بدي مساحة لروح المسيح يمتلكني ويملاني الامتلاء هو امتلاكي أنا بقرر بأن المسيح يمتلكني ثلاث حاجة مش بس يمتلكني ثلاث حاجة بسعى نحو فهم قصد الله أعرف أنت عايز مني إيه أعرف قصد الله من خلال كلمة الله من خلال المقوس إحنا ما عندناش على فكرة يعني الفترة دي اللي كان أيام التلاميذ يعني في بعض الناس بتعمل كده لكن نفسي يبقى فيه كان شخص يستلم واحد أو مجموعة يعود أنا تربيت في الإيمان كده أنا عرفت المسيح على دين أبونا زكريا بطرس الراجل دوت أول ما إحنا جينا للإيمان ابتدى يتلمزنا يتلمزنا كان عنده مجموعة مكونة من ثمان أفراد هو بيقودهم المجموعة ديت كل واحد فيهم بعد ما أخد فترة معينة وفهم كل واحد مسك مجموعة أنا كنت في المجموعة اللي بعد منه كان بيقودني شخص القيادة مش واحد بيديني درس ده كان كل أسبوع يقعد معايا ساعتين خلاف الأعداء بتاعت المجموعة يتابعني وبعدين يجي نشارك مع بعض باللي تعلمناه ضعفاتنا وسقطاتنا ومشاكلنا وحياتنا بنشارك بها بعض بعد كده لما فهمنا حقائق الكتاب وبدأنا نعيشها نمينا وبدأنا نكون ناس فالتلمزة هو أن احنا بنتعلم من بعض عن المسيح المسيح بيعلمني آه لكن في نفس الوقت أقام ناس تعلم ناس أقام قادة يعلمونا انظروا إلى نهاية سيراتهم نتعلم منهم ونعيش معهم ونفهم منهم ده التلمزة التلمزة دلوقتي هو وعز على منابر ناس بتسمع وبتحاول تجاهد لكن ما فيش حد بيقعد يحتاج كبية يفهمني أعيشه ازاي ينقل روحه للشخص ينقل روحه للشخص احنا محتاجين ده في الكنيس الكنيس هتنهض وتكبر وتنمو لما الناس تفهم الحق عمليا انا بصلي من قلبي ان كنايسنا يبقى فيها تنفيذ عملي لناس على فكرة مش شرط ان انت تكون قائد انك تكون تلميز ممكن يكون قائد وما تعلمش خلي حد تلميز يجي نعلمكم ويكوتكم ويشجعكم ولما هتكون تلميز هتعرف ازاي تخضعه اذا لو ابني بيكوت في كنيسة او بنتي انا اخضع لي لان الله اقامه على خدمة اتعلم تخضع للرب حط علي مسؤولية هتكون تلميز شاطر وتعرف ازاي تؤثر في من هو الرب و اقامه على لاحظت من كلامك قسيس انه انه المؤهلات انت ما ذكرتش عن انه كان عندهم كفاءات عالية او مؤهلات اللي بتآهلهم ان يكونوا تلميز وهذا بيمشي مع الفكر الكتابي بزابط اما اختار الله جهلاء العالم ليخزي الحكماء ضعفاء ليخزي الاقوياء اختار المزدرة وغير الموجود ليبطل الموجود ففعلا ربنا لما انسان يولد انت ذكرت الولادي بالروح انا عاوزك تعبر عنها اكتر وتشرح لنا اياها اكتر كان معلم كبير اسمه نيكوريوموس في انجيل يوحنى صح 3 راح للمسيح وراح له بالليل وقال له نعلم انك قد اتيت من الله معلما يعني انت ما جيتش التلمسة على دين ما تعلمتش مننا انت اتيت من الله معلما لان لا يستطيع قاعد ان يفعل ايات التي انت تعملها الا من يكون الله معه هو ده كان كبير لليهود رئيس لليهود وكان فريسي الفريسين عندهم عقيدة بانه الشخص الطقي يستطيع ان يفعل معجزات فراح للمسيح وعنده مشكلتين في زهنه ازاي انت بتعمل معجزات دي وشاب صغير عندك 30 سنة وانا راجل شيخ مش عارف اعمل كده وازاي انت تعلمت التعليم ده كله ومحدش علمك وبتفهم فهمني بقى اللي فيه ناقص عشان اتعلم قال له اول حاجة ينبغي ان تولد من فوق قال له كيف اولد وانا رجل شيخ لعلي ادخل بطن امي ثانية واولد هو ينفع ان انا تولد من تاني بعد من اكونت شيخ اهو معلم وكبير في الكنيسة او في الكنيسة او عند اليهود قال له لا ده انت تولد من فوق قال له يعني ايه تولد قال له ينبغي ان تولد من فوق المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو روح قال له لا انا مش فهم بقى فهمني دي قال له يعني انت اتولدت بالجسد فتفضل جسدي اما المولود من الروح هو روح قال له يعني ايه ام شرح له قال له الريح تهبه حيث تشاء وتسمع صوتها لكنك لا تعلم من اين تأتي ولا الى اين تذهب هكذا كل من ولد من الروح قال له لا 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 اشرح لي بقى انا افهمني واحد واحد يعني ايه قال له يعني أنت بتسمع سلط الريح قال له آه قال له تقدر تقول لي راح فينه جاي منين قال له آه قال له طي قال له لا قال له ليه قال له أنا من طبيعة قال له هكذا كل ما نولد من الروح مش هتقدر تتعامل مع الله ولا تفهم أمور الله ولا تفهم قصد الله إلا ما تطلد من الله هكذا كل ما نولد من الروح يعني أنت لازم تطلد فالرجل قال له يعني يعني أنا مش فاهم قال له أنت معلم إسرائيل ولا استفى ماذا إحنا جف لنا إن هو المسيح يكلموا عن المعمودين لا ده هو كان في العهد القديم في سفر حسقيال ساحة 36 يقول لهم كده أعطيكم قلبا جديدا وروحا جديدا وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب اللحم دي الولادة الجديدة يعني بياخد طبيعة تاني بيتولد من الله تاني فبيقدر يتعامل مع الله عشان كده المسيحة السامرية إن الله روح والساجدون الحقيين ينبغى أن يسجدوا لله بالروح والحق يعني أخد طبيعة الله يقبل عبادتي لي علاقة معك مش في روح الله فعشان أكون تلميذ لازم أكون مولود من الله في بزرة في طبيعة جديدة اللي بتتقبل أمور الله بزبط وبامتل من الروح القدس وبعد كده يملاني بالروح القدس فأقدر أسير حتى في طبيعة الله وأسير في أمور الله عشان كده بيقول أسلكه بالروح أسلكه بالروح يعني إيه يعني خليك أنت في دائرة الروح فلا تكملوا شهوة الجسد الجسد يشتهى ضد الروح والروح ضد الجسد وهزان يقوم أحدهم الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون يعني حتى تفعلون ما لا يريده الجسد اللي بيقومك لما تسلك بالروح يعني علاقتنا مع الله علاقة روحية هو يكدنا بروحه يعلمنا بروحه يكبرنا بروحه نمينا بروحه نفهم مقاص الله بالروح القدس فضل يا أخت في فيه عايزة أقول أن التلميذ لازم يكون لي شركة مع الكتاب ومع الأعدى مع الرب زي ما كنا بنقول في أنه في يوحنا 15 إن أنا بثبت في الكلمة علشان أكون تلميذ لي وهو قال أنه بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء مش هقدر أجيب سمر مش هقدر أثبت إلا لما يكون لي أعدى مع الكلمة بشبع بالكلمة وجد كلامك فأكلته فكان كلامك للفرح ولبهجة قلبي ولما بعض قدام الرب وفي محضر الرب أنا بتغير باخد من شكل المسيح وبعيش حياة اللي بيقول لي عليها بنفزه فلازم يبقى لي الأعدى والشاركة مع الرب في الصلاة وفي الكلمة هيا دي اللي تكبرني ودخليني أكون تلميذ أنا حبيت الفكرة اللي ذكرتيها إنه لما بقعد قدام الرب أنا بتغير لأنه عالة منسمع ولسيما في موضوع المشاكل يعني عاوزين الشخص الآخر يتغير لكن بالعكس في كلمة الله أنا بتغير عشان أشوف في منظار إلهي في طريقة إلهية مع الكتاب لما بيستع بنوره علي وأنا بقراه بيغير في طبيعتي وفي حياتي وفي سلوكياتي فعشان كده لو أنا ما قعدتش أنا مش هعرف فكرة الرب ومش هعرف أتغير عشان كده دي حاجة مهمة جدا في اللي يكون تلميذ لازم ليه علاقة مع الكتاب ومع الرب وبتحت بالرب وبالتصك بالرب أمين أمين أسيس عايز أقول حاجة أنه التلميذ من دمن مؤهلاته أو صفاته أنه يكون شخص له غيرة على الرب بوليس كانت الميذ بقول أغار عليكم أنا بخير عليكم الله ممكن يقبل عذر لو أنا ضعفت أو يقبل عذر لو أنا جسدي مش قوي أو مش قادر أقوم بمهام كبيرة لكن لا يقبل عذر أن أنا ما عنديش غيرة ليه الغيرة دي علامات الشخص المحب للرب أنا ما أقدرش أخلي علاقتي بمرأة جيدة وأنا مش فرق معي عن حاجة خاصة والله بيغير علينا كمان ما يحبش أننا نبقى الغيره والتلميذ ما يحبش أن حد تاني عرف المسيح وبعد عنه يبقى قلبه مولع باستمرار وغير بيقولون ده أنا خطبتكم لرجل عزراء عفيفة ما ينفعش تضيعه منه التلميذ عنده غيرة لأخواته غيرة للرب أنا ما استحملش حاجة تزعى للرب لمني ولا من أخواته أبقى عايز بالسمرار يعني أقدم كل حاجة عشان أرضي تيدي أمين أمين فإحنا بنتكلم عن المؤهلات مؤهلات التلمزي أسيس وكمان أختي فيفي طبعا هذا الموضوع أنا عارف أنه كبير وإحنا بنحاول نغطيه يمكن بحلقة وحدي فبحس أنه من عدم العدل لكن عاوز أنك أنت يعني تسكب قلبك أسيس مجدي واتفهمنا يعني إيه اللي عاوز تصله من خلال هذا الموضوع خلاصة الأمر عايز أقول لكل شعب الرب أنت مش بتقلل من قيمة نفسك لما بتسعى أنك تكون تلميس أو أتفكر نفسك قائد أو خادم كبير ما ينفعش تكون تلميس لا يمكن أن تكون قائد معتمد في مملكة الله إلا وأنت تلميس حقيقي التلميس الحقيقي مش فقط له غيرة كمان عنده جرأة عنده محبة معلنة عنده صفات الناس شايفاها ده مختلف يا ما خدام كتير لكن التلميس هو قاعد في أي حتة ما عنده مشغولية غير سيده يركب تاكس يتكلم مع الرجع عن المسيح يركب قطر يسيب رسالة عن المسيح كل اللي على قلبه هو أنا مش تابع لحد ثاني غيره أنا معديش غيره أنا يهمني كل الناس تعرف أنا تابع مين يعني لو واحد أنا حكالي واحد عجبني فكرته بيقول كان هو مخلص كلية التربية وصفروا إنجلترا عشان ياخد يعني دراسات وكان أيام عندنا الرئيس حسني مبارك كان رئيس استقبل الدفعة دي وهي جاية من المطار بيهنيها وبيكرمها فبيقول أول مرة احنا كنا نشوف في التلفزيون الرئيس لكن أول مرة نقعد معه مواجهة فهو كان قاعد عينيه بترائب هيقول إيه هيتكلم إيه ده ده رئيس أردي منتظر إيه اللي هيقوله لنا إيه تعليقاته إيه مدى رضا إيه عايز يقولنا إيه آه التلميذ كده سيدي هيقول علي إيه ففي كل قاعدة قاعد شاعر بحضوره التلميذ الحقيقي المسيح معه في كل حد وعاوز يرضيه وعايز يرضيه ومتأكد أنه حاضر هادي نموذج بس يعرف الناس المسيح لما ظهر التلميذ يوم القيامة كانت هم موجودة مش موجود مش موجود ووراهم إيه وجنبه تاني مرة جه المسيح وقالوله على فكرة المسيح جه قال لهم أنا مش ممكن أصدق غير لما أحط إيدي مكان الجراح وجنبه والمصامير كان المسيح موجود مش موجود لما قال مش ممكن أصدق شكله مش موجود تالت مرة جه قالوا تعايا تومة طب أنت كنت عارف منين تومة قال كده لأنه كان حاضر برضو كان حاضر وعارف تومة قال إيه بس ما أعلنش نفسه بيعلمه من درس الأخر لحظة أني أنا في كل مكان أنتوا قاعدين فيه أنا قاعد فتلعوا التلميذ مدركين هذا الحق أن في أي مكان أنا سيدي قاعد أنا المسيح قاعد التلميذ هو في كل حتة أنا سيدي معايا أنا أبويا معايا أنا المسيح جنبي فهعمل كل حاجة في كل وقت في كل مكان لأنه معايا ده التلميذ التلميذ في كل مكان عارف أن المسيح معاه لو أنت تلميذ قيم نفسك على دوق الكلام ده أنا واخد بالي أنا عايش ليه عايز أحقق إيه لو ليك أهداف تانية عايز تحقق جنب المسيح أنت تلميذ عليك علامة استفام لكن التلميذ ما عندهش أي أهداف غير أهداف المسيح عايز يمجد الله التلميذ لا يمتلك قال يبيع كل أمواله يعني يترك كل أمواله يعني الأموال اللي معك ديبش بتاعتك الأموال دي ملك سيدي يقول لي حطها هنا يقول لي هاتها هنا التلميذ لا يمتلك لكنه وكيل التلميذ لا يستطيع أن يقرر لأنه تابع إحنا قررنا نبقى تابعين للمسيح فنحن تلميذ التلميذ خلاصته شخص بكل مليء تابع اليسوع حياته مش غالي عليه زي المسيح وقته كله للمسيح كل ما يملكه للمسيح كل هدف في الحياة للمسيح شغلانته اللي بيشتغلها دي حطوا فيها عشان يمجد بها المسيح مش يحقق بها ذاته إحنا عندنا مشكلة حقق ذاتك وخلي عندك طموح الطموح أمجد سيدي فقط قود التلميذ ولما بتسمع هذا الكلام أخت فيفي يعني سمعنا عن مفهوم التلميذ وشروط التلميذ مؤهلات التلميذ إلى آخرها وكيفية الإعداد إيه التصور طبعك إيه اللي بدور يعني في ذهنك لما بتسمع هذا الحديث وشو إحنا محتاجين أنا بشوف إن إحنا محتاجين إن إحنا نسلم تسليم إراضي للرب ونخضع لمشيئته ولما بخضع للرب كتاب يقول أخضع لله قاوموا إبليس فيهرب منكم فلو أنا مش خضعة مش هقدر أكون بقدر أقاوم إبليس فالمحتاجينه في الأيام دي إن إحنا نشوف ماذا تريد مني يا رب أن أفعل أنا عايزة أكون بفرح قلبي سيدي وبشبع قلبه ببطاعتي وخضوعي وتسليمي الكامل لما شئته وشبعي بالرب نفسه فحياتي تشهد عن إن أنا قد إيه يعني بعيش للرب فكون مثل صالح الناس تشوف فيها يسوع تشوف تصرفاتي وكلامي وسلوكي فيمجده الرب يمكن البعض يقول إن هذا التعليم صعب يعني إنه المسيح عم بيطالب أمور صعبة كيف في أحقق هذه الأمور اللي المسيح بيطالبني فيها يعني في ديانات سهلة بصراحة يعني سهلة جدا أسهل شيء إنه واحد يتبع ديانات تانية لكن أنكر ذاتي أحمل الصليب أحب من كل القلب المسيح يكون أولا وأخيرا في حياتي أحبه من كل قلبي كيف ممكن أطبق هذا التعليم في حياتي هو المسيح ما قال ناشي الموضوع ده وصابنا قال من يترك أبا أو أما أو إخوة أو أخوات أو حقول أو أموال يأخذ في هذا الزمان مئة ضعف وفي الدهر الآتحات أبدايا نمر اتنين أنا لما أشبه المسيح بمتلك كل ما هو لي فهوة لكم سلطان المسيح ليك يعني التلميذ الحقيقي هو يتمتع بكل على فكرة نحن نملك كل ما يملكه المسيح هو قال كده فأنت ما عندكش أي احتياج ولا أعواز وبالعكس المؤمن الحقيقي التلميذ الحقيقي واصق في كلام سيدو أنا لو غمضت عيني هنا هكمل في السماء أنا خدت حياة اللي واخد حياة ده واخد حياة المسيح على فكرة التلميذ الحقيقي لو تحط في أي مكان عنده غير يقدم محبة المسيح دون خوف ما بيخافش ما فيش حاجة عنده على فكرة من أعظم حاجة للتلميذ أنه بينتزع منه الخوف ما فيش حاجة تخوف يخوفني إيه؟ أكتر حاجة للتلميذ أنه جبار بأس أكتر حاجة للتلميذ أنه ما يخافش أكتر حاجة للتلميذ أنه كل احتياجات ومسردات مرة المسيح على التلميذ لما أرسلتكم هل أعوستكم شيء؟ قالوا لا البعض بياخد الآية دي بيقولها لكل الناس لا ده لما تكون فيه إرسالية لما تكون تلميذ مش هخليك محتاج حاجة لما أنت تكون مش محتاج حاجة أنت محتاج إيه تاني محتاج سيد بيرعى كل أمورك مش هتبقى يعني أنت مش بتضحي ده أنت بتمتلك مالة تمتلكه من الزكاء أن أضيع كل ما أمتلكه الفاني حتى أمتلك كل ما لا يمكن يستطيع العالم كله أن يفني أو يضيع منه أخت فيفي إحنا أوشكنا على نهاية الحلقة لو عاوزة تقدمي نصيحة لكل اللي بيشاهدونا إيش عاوزي تقولينهم؟ عايزة أقول أن الأمر صعب ده حقيقي ولكن بأعداتي قدام الرب باستمرار وقدام الكلمة هيبقى الأمر بتشبه بالمسيح وبشبع به فبتلقائية هقدر أعمل الأمور الصعبة بطلب من الرب نعمة أنه هو يديني أن أنا أقدر أنفذ الكلام ده وأسيس مكدي أنت كخادم وكراعي طبعا وبتواجه كتير ناس في هذا الموضوع إيش اللي عاوزة تقولين في هذا الموضوع؟ كل اللي مسك العصائب النص تعب يعني مسك العصائب النص يعني أبقى يعني حياة المسائلة أبقى برضو يعني حبة في العالم ده ده بيتمزق المسيح قد لا يستطيع أحد أن يغبض عبد أن يغضم سيدين إما الله أو المال يعني إيه قصده يعني أنا ما ينفعش أكون عبد السيد وأغضم سيد تاني يعني زمان كان العبد يبقى لسيده بس فما ينفعش أبقى لحد تاني لو بقيت لتنين بتمزع وسيدي ما رضاش علي أنا هكون لسيدي يبقى لسيدي بالكامل وسيدها هيكفقني بالكامل أنا بقول لك ما تخافش من تبعية المسيح ما تخافش أنك تكون تلميز اعلن ذلك سيدك هيرضى عليك يعلن رضا عليك هيبركك هيتمجد بيك لأنه عايز يدور على مثل هذا الإناء يستخدمه والناس اللي آمنت بالمسيح لكن مش عم تقدر تأخذ القرار كيف ممكن يعني يمكن في بعض الأماكن ما عندهم الشخص يتشبهوا فيه شو تدكت تحكي لهم ابحث في كلمة الله مين هو الكودوة بتاعك عيش معاه وممكن الله يستخدمه قائد لآخرين من من تعلمته في كلمة الله أو أطمن الله يرسلك شخص يساعدك يكودك يعينك والله نفسه هو يرسل لكم روح الكدس يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم روح الكدس خير من يتلمزك ويعلمك أسيس مكدي استمتعنا كتير كتير معك في هذه الحلقة ربنا يباركك وأنا عارف أنك تشتغل على كتاب أو على موضوع التلمذة فربنا يساعدك أنك تكمل الرؤية اللي رب حطها على قلبك كمان أخت فيفي شكرا من كل القلب وربنا يبارك خدمتكو في رعاية الكنيسة في الزيتون وكمان من خلال التدريس وربنا يستخدمكو الأيام الجاي نشوف ثمر متكاثر وفعلا تلميذ ليسوع المسيح يبكي تشاهد هذه الحلقة من بلد مبتعرفش مؤمنين آخرين كما ذكر القسيس مكدي فيك أنك تكون صديق للكتاب المقدس تتشبه بيسوع تتشبه بسيرة حياة التلميذ والرسل وتتبع هذه السحابة من الشهود وتعيش من أجل الرب يسوع المسيح تعرف حبائي واحدة من ضعفاتنا كمسيحيين أنه عاوزين نساير الكل لكن المسايرة لم تأتي بأي نتيجة فالقرار هل أنت التلميذ هل مستعد تدفع كل غالي ونفيس من أجل الرب يسوع المسيح يمكن تحتاج إلى مساعدة روحية لكن أهم قرار في كل الموضوع أنك تسكب قلبك نحو الرب تقول له يا رب برحمني أنا الخاطئ تعال أدخل إلى حياتي وسكن قلبي بحب أسمع منك إذا فعلا طلبت الرب حتى نساعدك روحيا اشتركوا في القناة